أستهل مدخلتي بالسلبيات فأقول إن ما أعيبه على هذه اللجنة هو عدم استماعها إلى علماء في الشريعة بخصوص عقوبة الإعدام ولأن كانت الورقة التي أعدتها ووزعتها على النواب المتعلقة بالحوصلة في أفريل 2012 مفيدة إلا أني أسجل في الصفحة التاسعة منها عدم نقل كل الأسئلة التي طرحها الزملاء والأجوبة لم تحوصل بكل شفافية أستشهد بمن أستشهد به أحد الزملاء لكن ليس في نفس الموضع إذ أتذكر فيما أتذكر أن الدكتور عياذ بن عشور وهو القامة في القانون الدستوري وبتواضع العلماء والمفكرين عندما سئل عن عقوبة الإعدام قال بكل بساطة إنه لم يكون بعده رأيا بل سفق على مداخلة البسيطة والمتواضعة بخصوص عقوبة الإعدام وهي عبارة عن أسئلة إنكارية في حصة استماع يوم 12 مارس 2012 بمفاجأة حقيقة أخجلتني وأربكتني أمام أعضاء اللجنة لكن لا أعلام الصحف الصفراء نقل ذلك ولا اللجنة للأسف بيد أن المداخلات مسجلة والحمد لله أقول هذا لأن إطلالة واحدة فقط بسيطة ومقارنة تكفي في ذات التقرير لتوضح أن مداخلة سوندس جربوج مثلاً نقلت بحذافيرها في عشر نقاط بما في ذلك المثلية وكانت آخرها عقوبة الإعدام لذا لا بد من التعريج بصفة برقية حول هذه العقوبة بالنسبة إلي أن المغنين في الدفاع عن الأعدام يسعون إلى توتير الضمير الديني وإلى تأزيم دعوة الإلغاء وتأثيمها اعتماداً على حجة لا يمكن أن أقول عنها في أحسن الأحوال إلا أنها متهافة والساذجة في مناخ قل فيه الاجتهاد وكاد ينعدم والأمة إذا خلت من المجتهدين آثمت ولا يمكن أن يدعي أحد من الوراء أنها متابقة بصفة إطلاقية للمقصد الإلهي لذا حاري بنا أن نستميت في أن تراعي المنظومة التشريعية وملابسات الواقع حسب رأيي لا يمكن لأي كان مهما كان أن ينوب عن أولياء الدم في جريمة القتل العمد فيقرر العفو نيابة عنهم وهذا يحيلنا إلى عدة أسئلة فماذا عن أحكام الأعدامات التي أزهقت أرواحاً على وجه البسيطة ثم تبين أنهم أبرياء كيف يمكن رفع المظلمة عنهم وإذا كانت الحياة بيد المولى عز وجل لماذا نعدم القاتل؟ هل هو القاتل الفعلي؟ أم أنه كتب تنفيذ القضاء والقدر على يديه حين حان حين الضحية؟ وهل إن البلدان الديمقراطية في العالم عندما أنغت حكم الأعدام قلت فيها حقيقة النسبة الجريمة أسئلة كثيرة لا تعد ولا تحد بالنسبة للسلبيات أقول أنا الغريب أنا صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة في البلاد لم يحظروا ويدها في هذا الباب بالحماية ولم ينص عليها الفصل 36 والحال أنه بعد الثورة تعرض السحفيون كثر للتعنيف سلبية أخرى وبعيدا عن استعمال المرأة كماطية للتموقع السياسي أقول بصوت مدون لا ولن أصادق لا ولن أصوت على باب الحقوق والحريات ولا على الدستور بأسره إذا لم يتضمن الإشارة الصريحة إلى حرية اللي بيس لأن المنشور 108 تسبب في انتزاع حجابي سنة 95 عنوة في المعهد الثاني ببنبلة وأنا لا أزال تلميذة ولم يكن لدي أي انتماء حزبي فقد طبقت شرع الله في اللباس وكل أهالي بمبلة محفور ذلك في ذاكرتهم ولا ننسى أن نساء عديدات منعنا من التعليم ومن العمل بل حتى من الولادة في مستشفيات عمومية لا لشيء إلا لأن هنا مرتديات الحجاب لكأن الثورة لم تحدث بعد لكأنني لست مرأة دولة والكل يعلم كيف صفق لطلبة المدارس جميعهم على البحث الذي تقدمت به في السنة الأولى الصحافة حول موضوع الدولة سنة 96 في مدت القانون الدستوري بما في ذلك الدكتور سامي المالكي المشرف على البحث لم يكن وقتها يجل بخلدي يومها أن أصبح عضن بالبرلمان أساهم في دسترة حقوق بنات النساء مستقبلاً وكل النساء بما في ذلك بنات الثلاث لن أصوت على دستور لا تكون فيه العقوبة شخصية دون قيد أو شرط لأنني لما تمسكت بحجابي في فترة ما سجن أبي كرهيلة في مساومة رخيصة لنزل الحجاب فما هو ذنب والد حتى يؤخذ بجرية شخص آخر أقول وأكرر إنني لن أخذ مبادئي لن أصوت على دستور إذا لم ينص فصل منه بإطلاق على تحمل الدولة التونسية مسؤوليتها في جبر الضرر لضحايا الاستبداد والذين استشهدوا من المساجين السياسيين على اختلاف ألوانهم كل الضحايا ضحايا الأمس واليوم وضحايا الغد بخصوص تفلي أقول إن الحقوق المدسترة في هذه المساودة مبتورة وهذه أمانة لأنها خلاصة لقاء أشرفت عليه صحبة زميني إبراهيم القصاص ومحاوة الطاهر الإله في در الثقافة بالعاصمة وتحت إشراف منظمة العافو الدولية اللهم فشهد هل بلغت بالنسبة إلي تكحدثت هذه الدولة عن البشر لكنها لم تتحدث عن الحجر نعم وحقوق الحيوان والنبات نعم الحجر الذي أريد اغتيال وذاكرة الأمة عبر سرقته فلم أرى شيئا من هذه الحقوق في هذا الباب سيدة سونية تومية بالنسبة إلي وقت كنتها بخصوصي مجهود اللجنة بخصوصي مجهود اللجنة أقر أنني أسهبت الحديث عنها في برنامج حوار التلفزي أثار جدلا يحمل عنوان حوار حول دستور في قناة الزيتوية صحبة الحقوقي فتح العيوني تناول مسائل عدة كحياد المساجد والأذراب ولا يمكنني أن أختم دون التعبير عن امتناني لنائبة الرئيس سلمة بكار التي كانت تسمح لبت الدخولات عند ترأسها لبعض الاجتماعات اللجنة بل كانت في أحيانة كثيرة تبجرني عن نواب الرسميين كما أثثت معها وزميلة نالعبدوني والدكتور الخصوصي برنامجا إذاعية في القناة الوطنية حول الحقوق الثقافية والفن في قراءة لأحداث العبدالية ولا يمكن أن أنسى مسألة التاء المربوطة التي أصبحت بمثامة الطرفة بيننا أينما التقينا عفوا سيدتي إذا تكلمتوا فصدقوني على حد قول أحد الصحافين في جريد الصحافة الأسبوع الماضي عندما حلل شخصيتي ولتتذكروا أنني لم أصوت على الحكومة ولا على أي وزير فيها ولم أصوت حتى على رئيس الحكومة فإذا قلت شيئا فصدقوني والسلام عليكم